مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم من يفعل الخطية فهو عبد للخطية إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا فالكتاب يدعون أيضا أن نسلك في حرية يسوع المسيح حرية مجد أولاد الله قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هي وحملي خفيف واحدة من أجمل الأحداث هنا أحبائي شايفين بوابة استفانوس بوابة الإصباط هناك في كنيسة القديسة حني أم المطوبة مريم العذراء في بركة بيت حزدة وجاء يسوع لمريض إلو 38 سنة جاء يسوع عالما أن له زمانا كثيرا فسأله أتريد أن تبرأ أجاب المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آتن ينزل قدامي آخر أجاب يسوع وقال له قم احمل سريرك وامشي هذا المريض كان مشلول الإرادة فأيذن بقوة كلمة يسوع المنطوقة وبشفاء إرادة هذا المريض حصل على الشفاء لأنه كان مريض نفسيا وجسديا وروحيا لأن المسيح قال له اذهب ولا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر وأنا عاوز أقول أحبائي إذا أنت بتحتاج للحرية أطلب هذه الحرية من يسوع المسيح تعرفون الحق والحق يحرركم يمكن إلك زمان بإدمان بالخطية ملوث وحتى أفكارك وكل تصوراته صارت شريرة ما في قوة في هذا الكون يستطيع أن يحررك إلا قوة يسوع بالروح القدس ففي هذه اللحظات صلي قل له يا رب أحررني من كل خطية بصلي أنه الرب يباركك وإلى اللقاء